لا يتداول اسم وزير النقل الحالي ناصر الشبلي دون ذكر ملفات الفساد في الوزارة والهيئات التابعة لها ومنها هيئة الطيران المدني آخر فضائح الفساد التي يتهم الشبلي بالضلوع فيها سعيه لفرض التعاقد مع شركات بعينها مستغلا صلاحياته الإدارية ما أدى إلى حدوث جدل واسع داخل الشركة وفق ما كشف عنه موظفون في شركة الخطوط الجوية ويؤكد عدد من موظفي الشركة أن وقوف الوزير حجر عثرة أمام أي حراك لتطوير عمل الشركة يضر بسمعتها وبعمل كوادرها ويؤخر نتائج إجراءاتها بخصوص رفع الحضر الأوروبي عن الطائرات العراقية كما يعيق عمل الاستشاريين الدوليين فيها لا يقف الأمر عند هذا الحد بل يؤكد إداريون في الشركة أن أسلوب الترهيب وإضاعة الجهد والوقت يترجم بتوجيه عقوبات انتقامية للموظفين الذين يعارضون مساعي وزير النقل وصفقاته المشبوهة ونقلهم خارج الخطوط الجوية كما حدث سابقا عندما تم إبعاد عدد من الموظفين إلى تشكيلات أخرى في الوزارة بعد إصرارهم على التعاقد مع شركة أماديوس للنظام خدمات المسافرين وهو أمر رفضه الشبلي ومن يحيط به ممن يعول عليهم الوزير بدلا من التواصل مع قيادات الشركة بحسب الموظفين أنفسهم ومنذ عام 2015 والطيران المدني يشهد انتكاسات كبيرة داخل مفاصله شكلت تداعيات خطيرة انعكست سلبا على كل الجوانب الإدارية والفنية ولعل أشهر هذه الانتكاسات إعلان الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران فرض حضر على تحليق طائرات الخطوط الجوية العراقية في الأجواء الأوروبية لأسباب تتعلق بالسلامة ورصانة الجوانب الفنية اللازمة للتحليق الآمن لكن المستغرب من رحلة الفساد الطويلة هذه هو بقاء ناصر الشبلي في منصبه منذ تعيينه قبل نحو عشر سنوات رغم كل فضائح الفساد التي ساهمت في تدهور سمعة الطيران المدني العراقي إقليميا ودوليا